إحنا لا بد من أن نرسي قيم كبيرة جداً هي موجودة عندنا كسودانيين قيمة تسامح وموجودة عندنا كمسلمين وكبشار يعني قيمة تسامح والقيمة المحبة والسلام وهذه بالإمكان نعم دعيني بدءاً أحيي أستاذ بركات النجار وأبعث له بالأسماء آيات المحبة وهو حقيقي كلام دقيق ومهم جداً وعبره أيضاً وعبر هذه المساحة أرسل التحية لدكتور حسين حسن حسين رئيس جمعية الصحفين بالمملكة الصحفين السودانين بالمملكة أقول لي دكتور حسين صديقنا العزيز الرجل المميز العميق نقول له ربنا يحفظكم وعليكم أدوار كبيرة جداً في هذه المرحلة التي يعيشها السودان الآن حقيقي هي المشكلة بالنسبة للإعلام داخل السودان كبيرة باعتبار أنه يعني هو محاصر يعني أنا ما قلت لما السلطة تفرض الرأي الواحد ببقى أنا بكون خايف على نفسي بكون خايف على مؤسستي خايف على الناس الشغالين بتبقى الأشياء ميتة زي ما قلت أنا قبيلة الرأي الواحد يبعد عنك ثقة الناس فيبقى المشاهد يفتش عن خبر السودان في الفضائيات العربية الأخرى الفضائيات العربية الإخبارية تحديداً لأنه أنت غير موثوق فيك أنت بتجيب رأي واحد كلام واحد يعني لا يعقل أنه تمشي هذه الأشياء بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر